بوادر أزمة سياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير وبينما يعرف بأحزاب الحوار الوطني التي تشارك في الحكومة أزمة سببها خلافات الطرفين حول مشروع قانون جديد للانتخابات تقدم به الحزب الحاكم ذو الأغلبية في الجهازين التنفيذي والتشريعي وأجازه مجلس الوزراء مؤخرا تلك أزمة على إثرها عقدت أحزاب الحوار وعددها أكثر من خمسين حزبا اجتماعا ناقشت من خلال ملاحظاتها السياسية على القانون وما وصفتها بالعيوب الخطيرة الواردة في مسودته على نزاهة الانتخابات ومستقبل التسوية السياسية والتحول الديمقراطي في البلاد المفوضية الدواء الصلاحية مفوضية الانتخابات بما فيها صلاحية ممكن بعد ذلك تفوتي ذاتها ممكن تفوض الرئيس ولا نواب وممكن تفوض الناس العمل والمفوضية ذاتها تبقى مفوضية عمل دي كلها أشياء موجودة في القانون الجديد من مجلس الوزراء القومي إلى البرلمان تم إيداع مشروع قانون الانتخابات إذانا ببدء تداول بشأنه هنا تتوقع أحزاب الحوار والمعارضة على حد سواء أن يستخدم المؤتمر الوطني ورقة الأغلبية لتمرير القانون وإن كان هو الآخر قد أعلن موافقته على إجراء البرلمان لأي تعديلات على القانون تحقق التوافق بشأنه عموما الرأي الآخر وأي تعديلات لهذا القانون وأي توافق لا أعتقد أن المؤتمر الوطني سيرفضه وهنا البرلمان كذلك سيلعب دورا كبيرا في تعديل وفي حزف أي محاور أو أي نصوص لا يتم التوافق عليها من قبل الأحزاب المشاركة في حكومة الوفق الوطني ويرى مراقبون أن الخلافات السياسية حول مشروع قانون الانتخابات تظهر رؤى الأطراف حيال مسألة الالتزام بنتائج الحوار الوطني حول الانتخابات المقبلة وعلاقتها بالتغيير في تقديره الأزمة كلها متعلقة بالإطار السياسي الإطار السياسي السوداني هو إطار معطوب إطار معطوب لأن حتى الحوار الوطني غام على المحاصصات ولم يقوم على خيارات من شأنها أن تحدث حل الجزرين فيما يتعلق بالأزمات في السودان وعلى أي حال فإن الخروج من نفق الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات قد يكون ممكن حسب مراقبين بسبب أن البرلمان قد أرجع التداول بشأنه إلى أكتوبر المقبل مما قد يشكل مؤشرا على إمكانية توافق قادم بين المكونات السياسية تتمسك أحزاب الحوار الوطني بحقها في إقرار مطالب الانتخاب السياسي من قوانين مثل قانون الانتخابات وغيرها دون تهميش على الرغم من قناعتها بعدم وجود توافق مع الحزب الحاكم واقع يرى خبراءه أنه سيفتح الباب واسعا أمام السيناريوهات مختلفة عبدالباق العوض الحرة الخرطة